ما مازال أوامر انت تموت انت تموت هنا انت تموت في مكال الفلاني تطلع من هنا انت تطلع من هنا ما فيه بتقول لا اعدام خطر صمتها علي ورقة في سبها وعدت ماتت من اجل الناس في فايا أبكرا ومنذ استلامها زمام السلطة عكفت أنظمة الحكم في البلاد العربية على تسخير طاقتها لتصفية مخالفيها وخصومها السياسيين حتى وإن كانوا لا ينازعونها الحكم ولم تتسع صدورهم لحريات كانت وما زالت المطلب الأول لشعوب المنطقة لا يدرى إن كان قد حكم على هذه البقعة من العالم أن تبقى مسلوبة الفقوق إلى الأبد لأن بقاءها خاضعة متأخرة يسهم في توازن النظام العالمي بل وفي استقراره واستمراره بين الحين والآخر تطفو على السطح جرائم وانتهاكات الأنظمة الاستبدادية منها ما يدفن ملفها مع الضحية فردا كان أو شعبا ومنها ما يتحول إلى قضية رأي عام كما هو الحال في حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول التي أضيفت لقائمة الشواهد على جرائم النظام الحاكم هناك لا يزال المراقبون مختلفين حول الكم الهائل من الجرأة التي امتلكها النظام السعودي في هذه الجريمة أهو ضوء أخضر مدفوع الثمن أم حماقة أعيت من يداوها تستمر الضغوط على النظام السعودي ويستمر معها النظام بالمناورة والمراوغة وتشويه الرواية الحقيقية للواقعة على أمل أن يتدخل الحلفاء الدوليون ليضعوا حدا لهذا الملف ويطوى تحت أي توافق أو تبرم في سبيل إغلاقه صفقة لن يتأخر الجاني في إبرامها ما دامت ستخرجه من هذا الوضع كما يرى مراقبون هكذا باختصار يبدو موقف النظام في السعودية بين كماشة الأحداث المتسارعة والمطالب المتتالية وبين تخل الحلفاء فهل تصبح جريمة خاشقجي مربط أحداث ستغير المشهد السياسي الإقليمي وتضرب خارطة تحالفات الثورة المضادة أم أن النظام الدولي قادر على تجاوز هذه المرحلة وبكل سلاسة كما هو الحال في جرائم قتلت فيها شعوب ودمرت فيها بلدان